الانتهاكات الإنسانية في سجون العراق الحكومية بعد فضيح السجن أبو ريب فالسلاسل والكابلات الكهربائية وأدوات قلع الأظافر ففي سجن التاجي الشمالية بغداد مثلا يقبع ألاف المعتقلين غالبيتهم لم يعرض على أي محاكم مدنيتنا وعسكرية وغالبا ما يزج بهم في هذه السجون بعد حملات اعتقال عشوائية على أسس طائفية لا تميز بين مختلف شرائح المجتمع العراقي أما ظروف السجون فتصفها التقارير الحقوقية العراقية والدولية بأنها لا تحتمل حتى لغير البشر سجون التاجي والناصرية وسوسة ومطار المثنى وغيرها من السجون الحكومية الأخرى في العراق هي أماكن للعديد من قصص الرعب المفزعة التي تبدأ من لحظة الدخول المعتقل وحتى خروجه في تابوت أو على كرسي متحرك أو بقايا أجساد منهكة تعرضت لأبشع ما يمكن تصوره حيث المسالخ البشرية وفق توصيف البعث الأوروبية للعراق عام 2013 المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال أن قوات الأمن الحكومية مستمرة في ممارسة انتهاكات قاسية ضد المعتقلين داخل السجون الحكومية وكشف عن حصولهما على الشهادات لسجناء في سجن التاجي تكشف الظروف القاسية التي يعانون منها في ظل حرمانهم من أفسط حقوقهم الأساسية كما أن إدارات تلك السجون تبتز المعتقلين ماليا فكل شيء بثمن من مساحق التنظيف وحتى زيارات ذوي المعتقلين يسمحوا بها نظرة شمالية كبيرة الانتهاكات الحكومية لم تقتصر على المعتقلين في السجون الحكومية العلنية والسرية بل طالت المدنيين في مناطقهم إذ أكدت هيئة علماء المسلمين في بيان لها أن الحكومة وميليشياتها الإجرامية ما زالت تتبنى النهج الطائفي في استهداف مدن ومحافظات عراقية معينة والتنكيل بهم عبر ارتكاب أفشع الجرام كما أكد بيان الهيئة أن الجيش الحكومي والميليشيات الطائفية فرض حصارا خانقا وحضرا للتجوال في قضاء الطارمية شمالية بغداد والإعلان عن عملية عسكرية جديدة في القضاء بدعم من التحالف الدولي تستهدف سكان القضاء والمناطق المحيطة به بعد حملة التهديدات الطائفية التي أطلقها زعماء الميليشيات الطائفية ضد سكان قضاء الطارمية وهكذا تستمر معاناة العراقيين بين الاعتقال والظلم والإهمال ينتظرون حلا منصفا تتجلى فيه الرحمة الإلهية بعد أن تخلى عنهم العالم